ألاف الشباب العراقي اتجهوا نحو دول أوروبية بغرض البحث عن موطن جديد ربما يعوذهم عن حلم الحياة في وطنهم الأمة والحل الوحيد لمنع الشباب من ركوب المخاطر في رحلة تستمر أسابيع عدة كان بحسب بعض النواب تزويجهم ليحفهم على البقاء في البلاد هي القضية مو قضية الزواج ولا قضية فتح عائلة حتى اللي يريد الزواج يعني إحنا حتى نستقطب شبابنا مو نحملهم مسؤولية الزواج وهم غير مؤهلين أصلا غير مؤهلين اجتماعيا غير مؤهلين نفسيا لا توجد موارد اقتصادية تأمن فتح مؤسسة الزواج أعتقد هذه التصريحات لا تعدوا كونها شماعة يعلق عليها السياسيين فشلهم ويعلق عليها سببهم المباشر عن هذا النزوح الجماعي وعن خسارة العراق لطبقة الشباب أنا أعتبر التصريحات غير مسؤولة لا تحدد أو لا تضع اليد على العلة ويقول باحثون آخرون أن سوء الأوضاع القائمة في العراق بشكل عام وقلة فرص العمل وفقدان الأحساس بالأمان المجتمعي يؤدي بالشباب إلى السير في طريق مجهول ومحفوف بالمخاطر لا الظرف الأمني مستقر لا الظرف السياسي مستتب لا أيضا متطلبات يعني اليوم الشاب بالكاد أنه يسد رمق عيشه ونلحظ أنه ما موفر كل متطلباته وكل ما يصبوا إليه يجب أن تكون هناك خطط مدروسة وخطط يعني تحث الشباب على أن يكونوا أكثر استقرارا أكثر تمسك ببلدهم أكثر شعور بالانتماء وبالوطن وحب الوطن الشعب العراقي ليس مسنود من حزب معين أو جهة معين هو لا مكان له في هذا البلد إضافة طبعا إلى الظروف الأمنية والظروف الخدمات بعض الشباب هم لا يعانون من عدم وجود فرص العمل ولكن في مشكلة كبيرة نغمض عين من المسألة الإنساني يحس بكرامة يحس بأمان ليس فقط لقمة العيش وأن ما أن تعيش بكرامة ويقول المختصون أن اقتراح تزويج الشباب المهاجر لمعالجة ظاهرات الهجرة يمثل نموذجا ملائما للعقلية التي تدار بها البلاد والتي تعتمد على حلول سطحية وغير مدروسة تعالج المشاكل بخلق مشاكل أعماق منها من بغداد نور الأسدي المدى